استشد فلسطيني فجر اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مدينة رامالله وسط الضفة الغربية كما اعتقل الاحتلال عددا من المواطنين في مدينة جنين ونابلوس والقدس في ظل حملة مداهمات واعتقالات واسعة شنتها تل ابيب في الضفة وقالت وزارة الصحة ان الشؤون المدنية الاسرائيلية ابلغت باستشهاد مواطنين برصاص جيش الاحتلال عند مدخل قرية بيتين محافظة رامالله والبيرة فجر اليوم اضف المتحدث باسم الوزارة ان الشهيد هو حيثم هاني مبارك 17 عاما ونقلت وكالة الاناضول عن شهود عيان ان جيش الاحتلال اطلق النار في ساعة مبكرة من فجر الخميس على فلسطينية عند مدخل قرية بيتين بالقرب من حاجز بيت ايل العسكري ووضح الشهود ان الجيش اغلق الموقع ومنع الوصول الى الجثمان وذكر الشهود ان السلطات ما زالت تحتجز جثمانه